من حياة الجو بقى نطمن على حركة المرور ونشوف فين الأماكن فيها سيولة مرورية في الأماكن فيها تجمعات وده من خلال تطبيق جوجل مابزة يامحنا متعودين وبالتحديد من طريق صالح سالم صالح سالم لغاية دلوقتي في سيولة مرورية في الاتجاهين لسه مستمرين هنروح بعد كده عند نفق الطيران عند نفق الطيران أخوه شايفين برضو سيولة مرورية بدأت بعد التكتلات تظهر متوسطة لعليا لكن لفترة قليلة أو مسافة قصيرة جدا لكن مستمرة معنا لغاية دلوقتي السيولة المرورية وصولا بقى طبعا زي ما احنا متعودين لمطلع كبر اكتوبر اللي بنشهد دايما هذه المنطقة أسفل مطلع كبر اكتوبر منطقة العباسية بيبقى فيها طبعا بعض اللزدحانات بنطلع كبر اكتوبر في الاتجاهين لغاية دلوقتي في سيولة لكن بتظهر بدري النهاردة الحقيقة الكثافات المتوسطة والعالية في الاتجاه من مصر الجديدة لوسط المدينة لكن بترجع بعد كده هيكات منطقة صغيرة في بعض الكثافات المتقطعة وصولا لمنطقة غمرة ومحطة مصر بالتأكيد كثافات عالية في الاتجاهين لكن شارع الرمسيس أفضل حالم بشكل كبير واللسه مستمرين مع الكثافات المررية أعلى كبر اكتوبر لكن أول ما بنعدي عبد المنعم رياض بيبقى فيه سيولة وصولا سريعا إلى كورنيش ماسبيرو الكثافات عالية جدا لغاية مطلع 15 مايو بنطلع مايو في الاتجاهين الحال اللطيف جدا في سيولة مررية منطقة بس التحولات المررية منطقة صغيرة بيبقى فيها بعض الازدحمات لكن بنرجع مرة تانية للسيولة المررية لكن بعد كده بتبتدي بقى إلى منطقة الازدحمات احنا عارفين أعلى الدائري وإحنا رايحين بعد كده لمدينة السادس من أكتوبر هذه المنطقة دائما مزدحمة في هذا التوقيت وقت الضروة الصباحية وخصوصا في الاتجاه النازل من مدينة ستة أكتوبر لوسط المدينة أو للزمالك عشان كده دائما بننصى حضراتكو اللي نازل في هذا الاتجاه ينزل بدر شوية لأن هذه هي منطقة متكررة للاستحمات المررية بنذكر حضراتكو برقم إغاثة الطرق 0122 111 4 أصفار ربنا يوصل حضراتكو بالسلامة